أهلا بكم في فيديو جديد من سرسدة حل كتاب جيم تلقى سنوية 2021 لو أنت جديد معنا هنا على القناة هتلاقي الحل بتاع الوحدات من يونت 1 حتى دروات يونت 4 ومكملين إن شاء الله فما تنساش تعمل الاشتراك عشان ترصلك الفيديوهات اللي جاية أول ما تنسى يلا نبتدي مع بعض على طول أول جملة بيقول الأهرام منظمة الأهرام واحدة من أكبر الكتب ايه أو ايه للكتب في البلد أكيد هم مدام منظمة وبتاع يبقى دول ناشرين للكتب يبقى Book Publishers واحدة من أكبر ناشرين للكتاب أو للكتب في مصر الجندي كتب كتاب كان فيه وصف للأربع سنين اللي هو قضاهم في سجن العدو فالوصف ده كان ايه صفته هل impressive ولا moving ولا effective ولا pleasing يعني يفرح أو يصر طبعا هو أكيد كان مدايق كان moving كان يسير المشاعر بتاع الحزن لأنه هو في سجن العدو طيب The man was found not after three days in the desert But he was very weak وده بقى لكم بيقول but ولكن هو كان ضعيف جدا لو هو مات يبقى مش هيبقى ضعيف هو مات خلاص يبقى احنا هنا هنختار alive He was alive ولكن ضعيف كلمة deceased معناها ميت بردو زي dead وكلمة missing يعني تاية واحنا بنقول found مش هنلاقي واحد تاية احنا خلاص لايناها ما بيش تاية طيب Mount Everest is not for even the most experienced climbers بيقول هنا قمة Everest دي صعبة حتى على الكلايمرز الخبرة experienced فهنا عايز يقول challenging صعبة Many people in the crowd not in the heat of the music hall while attending the famous singer's concert بيقول في حرارة الهول او في حرارة الصالة بتاعة المزيكة اللي هم قاعدين فيها اثناء ما بيتفرجوا على الحفلة فالناس حصل لها ايه في الحرارة fainted مش هتنام في الحر لا هم بيغم عليهم من كتر الحر طيب all the old women's limbs نقط and she trembled with cold limbs يعني اطراف اللي هي الادين والرجلين trembled يعني ارتعشت هي بتترعش من البرد يبقى كل الاطراف بتاعتها egged كانت كلها بتوجحها وبتترعش the doctor gave the child medicine to not his pain after he fell off the bike البين عندنا بياخد ease يعني خفف البين the mother tried not to get the baby to sleep early he didn't sleep until 12 o'clock يبقى محاولات الام دي كانت فشلة او كانت هباء يبقى tried in vain a knot is a small European bird with a brown back and orange face and breast طبعا ده الطائر اللي عندنا في الدرس اللي هو اسمه Robin Robin طائر صغير وده الوصف بتاعه the poor worker had a strong knot in his back from lifting boxes all day عامل وبيرفعل البوكسطو للنهار فكان عنده aching في his back يعني ألم في ظهره my parents always tell me that it's very bad to break not you made انك تكسر promise عملته او انك ترجع في الpromise اللي انت اديته الحد او الوعد ده حاجة very bad بقى الاختيارات ما تنفعش لي لانك مش هتكسر رأبت واحد ده مش هيبقى very bad ده انت هتخش السجن ومش هتكسر record يعني انت هتبقى كسرت رقم قياس يعني ده حاجة كويسة مش وحشة ولو مش هتكسر تقول break a law you made انت مبتعملش اللو فعش تقول a law you made لا the promise you made لكن اللو ده بتعمله البلد طيب my father doesn't drink coffee at night as it keeps him بتسيب بتخليه صاحي keeps him awake if you would like to be a not of the club please fill in this form لو عايز تبقى عضو في النادي member of the club 50 people were killed in the plane not which happened in the mountains يبقى ده كان plane crash او تصادم طيارة او تحطم طيارة plane crash the police asked the women to note the robbers who stole her bag بيطلب من الستة تعمل ايه للحرام اللي قطف شنتتها توصفه describe the robbers she was determined to note all her daughters to rich men او يبقى هي عايزة تجوز بناتها لسي رجالة اغنية طيب هل ماري ولا جيت ماريد ورا ماريج ورا بي ماريد اولا ماريج ده لناو ان ما ينفعش خالص هلان عايز تو المصدر هل تو ماري ولا جيت ولا بي ماريد جيت وبي ماريد بيصووا بعض يبقى معناها ان الستة هي لتتجوز معناها تتزوج طب امال ماري ماري ده الفعل اللي هو يزوج او يتزوج اوكي فيبقى she was determined to marry all her daughters تزوج بناتها لرجالة اغنية طيب the poor wither was not responsible for the crash الجو الوحش كان مسؤول عن التصادم او التحطم اللي حصل طيب partly ولا part ولا party ولا partial طبعا هو هنا عايز يقول كان مسؤول بشكل جزئي يبقى partly بشكل جزئي ده حال the lifeboat the sailors from sinking boat يبقى a lifeboat عمل ايل البحارة انقذهم ما هو lifeboat ده القرب النجاة الصغير انقذهم من بوت بيغرأ sinking بيغرأ يبقى rescued the sailor i can't go out i have got to do some note for my exams بتعمل ايل الامتحان بتعمل مراجعة revision نقطs were usually made from stones to stop attackers from breaking in مين اللي معمولين عشان يمنعوا اللي بيهجموا علينا الكاسلز مظبوط the dry rocky note is suitable for planting palm trees ايه انا هزرع هزرع palm trees او هزرع نخيل يبقى انا محتاج تربة صغير مش هزرع النخلة فوق الروف طيب doctors and nurses should learn to control اللي there بيتحكموا في ايه بصوا الدكاترة والممرضين دولة بيتعرضوا لحاجات كتير او بيتعرضوا لحوادث وبيشوفوا حاجات قدامهم وناس عيانة وناس تعبانة وناس بتموت كتير كل يوم قدامهم ده غير بيتعرضوا للناس اهل المرضى وعصاب المهل المرضى المشدودة وكل الحاجات دي هم بيشوفوها فلو الدكاترة والممرضين بيتأثروا بكل الحاجات اللي هم فيها دي مش هعرفوا يشتغلوا ببساطة مش هي لو كل عيان قدامهم متأثرين هم بحالته نفسيا فكده مش هيعرفوا يشتغلوا بشكل كويس وده هيأثر على شغلهم يبقى لازم يتعلموا يتحكموا في مشاعرهم علشان خاطر ما يخليهاش تأثر على شغلهم هل هي مودرن ولا انشنت ولا سترينج ولا اود؟ اود يعني سترينج هما الاتنين معناهم غريب مودرن طبعا لانها كمبيوتر وانترنت اكيد ما كانتش في الحياة القديمة الازالية وانت بتسوق لازم تبقى مركز على الطريق قدامك اهد يعني اللي انت شايفه قدامك او الطريق اللي في وشك طيب عايز هنا عايز يقول عنوان الكتاب او الاسم بتاع الكتاب وده اللي هو تايتل تايتل ده اللي هو العنوان بتاع الكتاب او عنوان المقال لكن الادرس ده عنوان البيت او العنوان اللي بينفع اروح له او اوصل له او يوصلني الحاجة اوكي يجي مع ايميل ادرس يعني عنوان بريد الكتروني يعني انا لو كتبته او صلك يجي مع الهوم ادرس مثلا او الادرس بتاع الشغل لكن التايتل ده العنوان اللي بيع مكتوب من فوق العنوان في بداية المقال على الكتاب من بره وهكذا طيب The teacher asked us to read the first two not of the poem and answer the question ال poem مكون من verses زي قطع كده هي اللي بتكون ال poem فعلك ايرأ اول اثنين منها The famous runner broke the world knot for the 1500 meters race يبقى هو broke the record حطم الرقم القياسي Most wild birds build their knot of branches and leaves to lay their eggs Leaves اللي هي أوراق الشجر فهما بيبنوا إيه البرجز بيبنوا نستس نستس اللي هي الأعشاش أو جمع عش يعني The accident victim was not but still breathing when the ambulance arrived كان حصل له حاجة ولكن لسه بيتنفس يبقى أكيد كان unconscious مش ميت وبيتنفس ومش مالوش لازمة ده عيان واحد مصاب حرم عليك ولا deceased لأننا قلنا معناها dead قلناها من شوية طيب جملة اللي بعد كده When his anger had not he sat down and talked لما غضبوا heady قعدوا يتكلم heady كده وبدأ يعدوا يتكلم يبقى When his anger had cooled cooled يعني برد الانجر بتاعه heady كده وبرد My father asked me not to note my money on unhealthy food يبقى ما تضيعش فلوسك على أكل غير صحي Don't waste your money It not my heart to see the child with heart problem so sick الموضوع ده قطع قلبي It broke my heart أثر علي وأحزنني I think it's not easy for a young pupil to not this poem however easy it is يعني بقول موضوع صعب على طفل صغير زي ده أنه هو يبارافريز القصيدة أو يعيد صياغة القصيدة أي أن كانت سهلتها يعني عدت الصياغة دي يعني لازم تبقى فاهمها وتقولها بطريقة تاني والولد ده صغير طفل صغير صعب أوي عليه أي أن كانت القصيدة سهلة أنه يفهمها ويشرحها بجمل تاني The coach said he didn't have any note after losing the match لما بيخلصوا المتش بيتكلموا مع الكوتش المدربين الصحفين أو كده فبيقوله I have no comment يعني ما عنديش أي تعليق على المتش ما عنديش أي تعليق أقوله للصحفة أو لأي حد فhe said he didn't have any comments His bad habits are starting to have a note effect on his work عايز يقول أن الhabits السيئة بتاعته ليها تأثير ماله أكيد هي سيئة يبقى negative effect مش positive يعني bad habits طيب He was accepted for the job because his English was مدامة أباليب الإنجليش كان perfect أو كان كويس More women are getting new jobs which were not for men only The jobs اللي بدأت الويمن تحصل عليها دي زمان كانت للرجالة بس traditionally كانت for men only لكن دلوقتي بدأوا يغطوها عالي Our primary school teacher made up note which we sang loudly إحنا غنينا بصوت عالي لو نفتكر في المدرسين اللي بتاع ابتدائي كانوا يعملون لنا أغاني كده عشان يحفظونا القواعد المختلفة سواء في النحو وسواء في الإنجليش أي عن كان بيعملوها لنا بأغنية كده أو بيعملو لها لحن صح؟ اللحن اللي هو rhyme أو النغمة فيبقى made up rhymes علشان إحنا نغنيها علشان خاطر تثبت في المغنى طيب I don't want to become a note to my children when I am old أنا مش عايز أكون إيه على ولادي للمجبر مش عايز أكون عبء عليهم Burden Burden to my children يعني عبء عليهم Many factories were punished because of breaking the note throwing their waste in the river طبعا هم كده قسروا القانون Breaking the law The ship was sealing not the southern coast of Australia when the storm began يعني السفينة كانت بتبحر بطول الكوست أو الشاطئ الجنوبي من Australia Along the southern coast of Australia Cabbage is a kind of vegetable that can be eaten not or cooked عكس cooked إيه يعني عكس مطبوخ ني اللي هو row Row يعني ني أو مش مطبوخ According to the law you have to pay a note if you use your mobile phone while driving لازم تدفع غرامة إفاين The writer the essay's main argument in the final paragraph عمل إيه للمين argument بتاعه اللي هو كان بيتكلم عنه في الاسي كله في آخر باراجراف من الاسي زي ما كنا بنعلمكم في الاسي لازم في آخر باراجراف بتعمل بالكونكلوجين بالكونكلوجين دي بتكون عبارة عن ساماري للي انت قلته في الموضوع بتاعك يعني تلخيص بتقولي كده بسرعة أنا قلت في الموضوع بتاعي كذا وكذا وكذا بتفكرني بيهم في آخر باراجراف يبقى The writer summarized the essay's main argument طيب Children must be accompanied by a note in this museum لازم تكون مصحوبة بأدولت أدولت يعني حد كبير مع الأطفال ما يكونواش أطفال ماشيين لوحدهم في المتحف وهذا كده بيقول لي The word upset is an antonym to the word Upset يعني يزعل تفعل أو زعلان حزين أي أن كان مين في دول يتدي معنى عكس الزعلان أو المتدايق أو الحاجة مؤثر عليه بالسلب هل is ولا hurt ولا assign ولا appoint assign و appoint نفس المعنى بمعنى يحدد حاجة الحاجة يعني يخصص ماشي؟ فده مش موضوعنا خالص Upset يعني يزعل حد فممكن عكسها تبقى ease يخفف من على حد تمام؟ دي تنفع تبقى ال antonym بتاعت upset The word paraphrase is similar in meaning to paraphrase يعني إعادة الصياغة شبه rephrase بدل para ممكن نحط rephrase برضو يعيد الصياغة American English is slightly different British English الانجليزي الامريكي بشكل ضعيف كده مختلف أو بشكل بسيط مختلف عن British English different هنا لا اما بتاخد from لا اما بتاخد to عشان كده ما تجاب لكش from في الاختيارات يبقى different to British English My mother asked me to cut the carrots not thin slices cut into thin slices يعني بتقطعوا إلى slices رفاية You should always know all these simple rules when using electrical equipment مادام rules يبقى أنت بتعمل لها follow بتطبع ال rules أو القواعد A broken leg won't stop me not going to my friend's birthday party مش هيوقفني عن Won't stop me from going مش هتمنعني عن الزهاب My father used to not every one of us a job to do during the holiday يدي كل واحد مننا وظيفة يعملها الفيديو اللي فات كان بتاع language notes عندنا كان الفرق بين job work and profession وcareer لو ما كنت شفته لازم تشوفه لأنه فيديو مهم والكلمات دي بيطلق بطاوي طيب المهم هنا والدي كان بيدي كل واحد مننا حاجة يعملها هنا job بمعنى task هتشوفها في الفيديو هتفهم Give everyone a task or a job to do A note is someone who produces books, newspapers and magazines طبعا ده publisher اللي بيعمل كده Some people keep on destroying the environment by throwing factory note in rivers and seas Keep on يعني يواصل أو يستمر في تدمير البيئة عن طريق أنه بيرمي الوست المخلفات We ran to the station but it was not vain. The train had already left طبعا in vain هباء I think he's not. You can't talk to him أعتقد أنه هو صحي ممكن تتكلم معه أو صحي ما ينفعش تقول sleep ولا sleep ولا sleeping ولا أي حاجة من دول لأنك بتقول ممكن تتكلم معه لو هو نايم أنت لا يمكن تتكلم معه يبقى I think he is awake مستيقظ مستيقظ She finds working with handicapped children نقط and rewarding Handicapped دول المهم معاقين فهي وجدت الموضوع ده صعب challenging ولكن rewarding خلاص challenging بتيجي بمعنى صعب ولكن شيق يعني اللي بيعمله بيبقى حسس بالبتحدي كده بيعمله فمش متدايق قوي وفي نفس الوقت لما يبقى الحاجة في الآخر تبقى rewarding فبيستحمل اللي تشالنج دي طيب Take these pills They will not your pain at once بيعمله إيه للpain ease قلناها هكذا مرة في الفيديو طيب No one is useless in the world as long as he lightens the burdens of another or of others دي جملة موجودة في الريدنج في النص البوهم اللي موجودة عندنا lightens يعني يخفف وبيخفف أعباء الآخرين يبقى انت كده عايش في الحياة لك لازم لانك بتخفف أعباء الآخرين دي كده اخر جملة معنا في فيديو بتاعنا النهاردة ان شاء الله الفيديو الجاي هيبقى الgrammar بتاعة unit 4 لو استفدتم الفيديو ما تنساش تعمله لايك وتشايره مع زمايلك عشان الكل يستفيد واشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي داي موسيقى موسيقى موسيقى